أهلا بكم لكل مجتهد نصيب من اجتهاده فنجاحكم المتميز وتفوقكم دليل على إصراركم على النجاح وتحطيمكم لكل الصعاب التي مررتم بها في مشواركم الدراسي عليكم أن تحققوا الآن أقصى استفادة من المعرفة التي تعلمتموها استمروا في العمل بجد وازدهروا بنجاحكم وستجنون دائما ثمار جهودكم وعملكم الشاق مبارك نجاحكم في شهادة الباكالوريا ودعوني كذلك مبارك لكل من التلميذ عباس إيمان من ولاية باتنا المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.56 مبارك للتلميذة منار كذلك مرداس من ولاية جالمة والمتحصلة على المرتبة الثانية وطنيا بمعدل 19.23 ومبارك للتلميذة تراكا فدوى من ولاية عين الدفلة صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا بمعدل 19.23 وألف مبارك كذلك للتلميذة قعقاع يسماء من ولاية خنشلا والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة الباكالوريا اللي ذوي الهمم بمعدل 18.10 متابعين وبالطبع كانت لنا جولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدنا لكم بعضا من الفيديوهات والصور التي نشرت لأجواء الفرح والاحتفاء بالنجاح لنتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم نصيبهم من التهاني للنجحين بشهادة الباكالوريا ونبدأ تعليقنا مع يامن وليد الذي كتب أجمل فرحة بالعالم هي فرحة النجاح لا تعادلها فرحة ألف مبروك للنجاح لجميع الناجحين وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ بينما كتبت فيزا هاجر معلقة ومباركة للناجحين ألف ألف مبروك لكل الناجحين وإن شاء الله بالتوفيق في اختيار التخصصات ورصبين العام الجاي إن شاء الله يكون العوض شاهي ناز أعلقت ما شاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك بينما كتبت دانا معلقة كذلك مباركة للناجحين ألف مبروك إن شاء الله ربي دومها فرحة والمزيد من التفوق والاجتهاد نتقل إلى موضوعين آخرين الآن متابعين وبعد غلق دام أكثر من عامين للحدود الجزائرية التونسية أمام التدفقات البشرية بسبب جائحة كورونا دخل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقاضي باستئناف النشاط عبر الحدود البرية مع الشقيقة تونس دخل حيز الخدمة صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديوهات وصور لمختلف عبور صور مختلفة أقول لعبور الجزائريين على غرار التونسيين في الاتجاهين في الحدود الجزائرية والتونسية المواطن الجزائري من جهته إلى جانب الشقيقة التونسي استحسن القرار القاضي بإعادة فتح الحدود والتسهيلات المتخذة الرامية لتخفيف وتسريع إجراءات معالجة وتنقل المسافرين بهدف ضمان أحسن مرافقة لهم سواء عند الوصول إلى الوطن أو المغادرة لن تابع متابعين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا عديدة لتوافد الجزائريين وكذا التونسيين إلى تونس وإلى الجزائر معلقين عليها فتح الحدود بين الجزائر وتونس وبداية دخول السيارات الجزائرية للأراضي التونسية فيديوهات أخرى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصور كذلك استقبال الأشقاء التونسيين للجزائريين في الحدود الجزائرية التونسية لنتابع تونسيين للجزائرية التونسية تونسيين للجزائرية التونسية وبعد متابعتنا لهذا الفيديو والصور التي شاهدنا كذلك ننتقل إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ بهذا التعليق لطاها بن سالم الذي كتب أحلى خبر عيون دمعة من الفرحة بينما كتبت سهيلة حمزة الحمد لله ربي يدومها هذا وكتب هشام بن ميد مرحبا بالإخوة الجزائريين الكل وربي يدوم عشرة ناء أبدا الدهر أبدا الدهر صورة جميلة تأخذنا إلى موضوع ناخرنا الآن حيث نشرت وكالة الفضائل منيكية ناسا ثلاثاء الماضي مجموعة من الصور الأولى التي التقطها تيليسكوب جيمس ويب لعمق الكون ويعد تيليسكوب جيمس ويب هو الأقوى من نوعه على الإطلاق بما يكرس بداية جديدة في علم الفلك أول صورة التقطها تيليسكوب أظهرت عمق الفضائب الألوان إلى جانب الصور أخرى تبين دورة حياة النجوم وكوكبا خارج النظام الشمسي ومجموعة مترصة من المجرات هذه الصور تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب ومنبهر ومشكك في مصدقية الصور التي نشرتها وكالة الفضاء ناسا خاصة بعد أن تفاعل الرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس لعلوم الفضاء مع صور تيليسكوب جيمس ويب ناشرا الجمعة عبر حسابه الرسمي تويتر صورة تحمل قدرا من الصخرية دعوني أقول حيث أعاد ماسك نشر صورة ناسا وقارنها بين رخامة مطبخ بينما ترصد زاوية مقربة من الصورة تفاصيل أدقة للمعاني قطعة الرخام وهو ما يحمل تشكيكا في صحة صور الكون الحديثة حسب إيلون ماسك ولم يوضح ماسك المقصود من تغريدته التي حملت تعليق ناسا محاولة جيدة وانقسم متابعه بين تأويلها كسخرية من صور تيليسكوب جيمس ويب وبين احتبارها ردا ساخرا على المشككين في صحة تلك الصور لنتابع بعض التعليقات التي رصدناها لكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور أو لتغريدة إيلون ماسك حيث كتب نبدأه مع فهمي فكتب دماغه صعب الراجل هذا وكتب معلق آخر مش سهل يتحدث عن إيلون ماسك هذا وكتب تنوف نصدق ناسا أو نصدق إيلون ماسك ننتقل إلى موضوع ناخرنا الآن ونعود به إلى أرض الوطن وبالضبط إلى تبرتغا تحفة طبيعية تتكئ إلى جبال شاهقة جنوب غرب خنشلة جوهرة أمدع الخالق في تصويرها وأثرت الزائرة بجمالها لما لها من خصوصيات جعلتها تبدو كلوحة طبيعية نادرة ومديعة لنتابع الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلابة كفم روعة محمد زبعة كتب معلقا رائعة بحق التي تتاح للفرصة لزيارة الموقع والمكان المحيط به ككل هذا وكتبت نور معلقة بلادي زينة غدوة إن شاء الله نصبح ذا وفي الختام المتابعين نشكركم على طيب متابعتكم لبرنامجنا لنترككم مع فيديو يصور لنا لما سميت الجزائر بالبلد القرى نتابع الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة